تقول زوجها عنده مشكلة أيضا يعني يعاني مشاكل في القدمين تقول يعني ما يستطيع يمشي حافي ممكن أنه يلبس شيء مثلا إذا حب أنه يسعى و يطوف يا أختي أم سعيد بارك الله فيك بالنسبة لزوجك يجوز له أن يحرم بخفين أو نعلين والآن الغالب على الناس يحرمون بالنعال فقولي لزوجك إذا كان عنده مشاكل صحية في قدميه يشتري هذه النعال يسمونها النعال العادية الشبشب هذه أو يعني لها أسماء هذه الرخيصة الثمان و مريحة حتى لو اشترى نعال طبية مثلا و لبسها نعال و ليس حذاء ها انتبهي نعال معروفة لتظهر فيها الأصابع و يظهر ظاهر القدم و آخر القدم العقب ما فيها شيء قولي له لا يمشي حافي مدام أنه يعاني حيمشي حافي الحمد لله دين الإسلام ما يقع الإنسان في الضرار و المشقة و يجعله يتسبب بعض الأشياء تتسبب لا لا الحمد لله الأصل أن الإنسان يحرم بنعلي أو بخفين مثلا ها الأصل أن يحرم بنعلي فإن لم يجد فبيخفين عموما القوليلة يشتري نعال طبية و يطوف فيها و يسعى و إن شاء الله عمره مقبولة أو حج مقبولة إن شاء الله موسيقى 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 موسيقى